اكدت سعادة دكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني رئيس مجلس الشورى أن السلطات الدستورية التشريعية والتنفيذية والقضائية في مملكة البحرين تبدي تعاونا وعمل المشترك المتواصلا لتنفيذ مبادرات حضارية متقدمة على صعيد المساوى بين الجنسين وتمكين وريادة المرأة وذلك تحقيقا لتوجيهات جلالة الملك المعظم جاء ذلك لدى مشاركة وفد من مجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة جهاد الفاضل في حوار البرلمانات العربية حول المراجعات الإقليمية لإعلان ومناهج عمل بيجين بعد 30 عام الذي تم تنظيمه بالمملكة الأردنية الهاشمية حيث أوضحت الدكتورة الفاضل في كلمتها تمسك البحرين بإعلان ومنهج عمل بيجين مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية عند إجراء المراجعات والتقييم وأشارت إلى الالتزام المتواصل الذي تبديه الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدعم وتمكين وريادة وقيادة المرأة في مختلف المجالات للعمل الحكومي وبمساعي حثيثة موازية يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة سمو قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة موضحة تضافر جهود السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لدعم المبادرات الوطنية الهدفة لتحقيق التوازن بين الجنسين تبرز أهمية مشاركتنا أولا للتأكيد على حرص مملكة البحرين وعزيمتها المتواصلة لبلوغ مراتب متقدمة على صعيد تنفيذ مضامين منهاج بجين نفسه وأيضا على ما تحقق من مكتسبات وطنية يشهد لها العالم فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وأيضا تمكين المرأة وهذه كلها تم بفضل الله سبحانه وتعالى وأيضا بفضل الرعاية والدعم الكبيرين من قيادتنا الحكيمة حفظها الله ورعاها وصاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية نحن نبرز المنجزات الحضارية المتقدمة لمملكة البحرين في المحافل البرلمانية إن كانت إقليمية أو دولية بحيث أن نستعرض الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة وكذلك نطلع على التجارب والخبرات التي نستثمرها في تطوير وتيرة العمل على المستوى الوطني يعني أعتقد جازمة أن ما حققته البحرين على مستوى المرأة وهو يعني لابد أن نحن نفاخر به أمام العالم ترجمة نانسي قنقر